احتفاليات ذكرى الثورة اليمنية الثاني والستين دقينا بالأخ محمد عبد الرحمن السماوي رئيس الجنس التعليم بالجالية اليمنية ولاية نيويورك نهني ونبارك لأبناء الجالية نجاح هذا الحفل الجماهيري الكبير والذي صراحة لأول مرة يكون حضور بهذه الكثافة فنهنيهم مرة ثانية ونسأل الله أن يلم جمل أبناء الجالية ويكون الاحتفال القادم تحت سك بواحد وشكرا لكم جزيلا وسلام عليكم شكرا افتقينا بالأخ عوض أحمد عوض الحبابي من مدينة ردع محافظة البيضاء أود أن أهني بالأخص الجالي اليمنية في مدينة نيويورك قصة وأهني الشعب اليمني كافة في جنوبه وفي الشمال بهذه المناسبة العظيمة وأسأل الله أن يحقن دماء اليمنيين كافة وأن يحل الأمن والأمن والسلام في بلادنا الحبيبة شكرا الله في نفس الصالة التقينا بالأخ علي علي علوي البعجري نعم كيف اليوم عجبك الموضوع؟ والله كان حضور مشرف جدا جدا وهذا يدل على أنه هناك تجاوب وتلاحم بين أبناء الجالية اليمنية في نيويورك بإقامة هذا الحفل الكبير بمناسبة طبعا الذكرى التوحيد ستمبر الغالية على كل أبناء الشعب اليمني ونشكر الأخوة لجنة الحضور ولجنة التنظيم الذين كان لهم الجهد الكبير في تنظيم هذا الحفل الكبير ولا يسعني هنا إلا أن أشكر الشيخ العزيز الأخ الشيخ علي عبداللطيف الصائدي الذي بذل الجهد الكبير من أجل إنجاح هذا الحفل الكبير شكرا كثيرا نزاك الله خير التقينا اليوم بعد المحامل الأستاذ محمد علاو عضو ناشط في الجالية وبهير بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم في احتفال ذكرة 62 ثورة 26 من سبتمبر التي أسقطتها النظام الإمامي البائد في اليمن وفي الحقيقة اليوم كان الاحتفال متميز واستثنائي بحضور جماهير كبير جدا من أبناء الجالية وتفاعلهم نتيجة الإحساس بفقدان الثورة اليمنية وبسقوط الاستبداد الحوثي وبالتالي اليوم نحن أمام مظاهر جديد من مظاهر قيابة الدولة وهو لابد من تكاتف الجميع لتحرير اليمن لسعادة الدولة والنظام الجمهوري بزاك الله خيرتين قينا بالرئيس الجالية الشيخ علي عبداللطيف الصعيدي الفرق كان العام الماضي عن اليوم الإقبال كان كبير جدا شرحنا شو شعورنا؟ شعورنا يعني الحمد لله يعني عالي بس كنا نعمل وكنا نفكرين نحن نعمل في البارك وبقي يعني لعبة من أطراف ضيعوا علينا الوقت وبعدين اضطرنا نحن نعمل في هذا الصالة والمكان لا يتسع ولو رحنا عملنا في البارك كان بيكون المجمع أكبر وموقف السيارات وكان كل حاجة بتسهل لأنه هذا عيد وطني هذا عيد اليمن السعيد يعني ستة وعشرين سبتمبر واربعة عشر اكتوبر المرة الماضية التأيت معك هون كان العدد أقل بس إنه مليون كان العدد كبير جدا 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 هذا بدل على نجاحك نجاح قيادتك لهذا الأمر هو نجاح المصداقية لأنه الآن هي أول تقربة في مدينة نيويورك التغيير تمام وعندما عملنا التغيير يعني كان في ناس مرتبكين يعني من يجي ومن يصير يعني حوالي معنا نتكلمش من على الفين وعشرة من قلب الفين وعشرة كلها سلطنة وأملاك يعني الأسرة الفلانية تملكها والأسرة الثانية تملكها فبقى انتخابات في الفين وعشرة والانتخابات كان ملعوبة ومزورة يعني بيد أسرتين وصار ما سار وما بني على باطل فهو باطل نعم فجاهلوا اللائحة الأصلية وزوروا لائحة في الفين واثناعش وحتى اللائحة المزورة لم يلتزموا بها لأنه اللائحة المزورة كان من يعني تؤسست في الفين واثناعش ومفروض انتخابات في ستاعش لم يعملوها ومفروض انتخابات في عشرين لم يعملوها وعندما جينا نطالب الانتخابات لو أعرضوها علينا كان الانتخابات مفروض باللاحة المزورة في السنة هذه في شهر ستة لو أعرضوها علينا ولكن لم تعرض علينا اللائحة المزيفة إلا في الملف حق المحكمة نص ساعة قبل القلسة بس لو أعرضوها علينا كنا نتفق عليها حتى ولو هم نزورها ولكن الذي يزوروها والذي يعني لم يلتزموا فيها لأنه على ما قلت لك عملوها لفترة أربع سنين واللاحة المزورة كان الانتخابات في ستاعش والانتخابة الثاني في 2012، 13، 14 لا في 2016 والانتخابة الثانية في عشرين والانتخابة الثالثة كان في 2024 في شهر ستة ولكن المزور والمخالف لم يلتزم حتى في تزويره تانكو جزاك الله خير شيخ أعطيك ألف عافية أنا عارف أنه النجاح اللي هذا صير وراء أنت والمجموع اللي معك بس هذا كويس رفضكم الله من أفره ويرضاه والله هذا نجاح المجتمع المجتمع اليمني الأحرار يعني الذي هم يعرفون وشوفه اليمنيين قلوبهم طيبة ويسمعوا لكل واحد يعطوهم الفرصة أعطوهم الفرصة ولكن تجاهل الفرصة كانت كتير كتير نعم نعم بس سنين طويلة وأنا أعرف بهذا نعم أتجاهلوا يعني المجتمع سؤال أخير لألك شو رأيك باللي عم ساووا الطرف الثاني مقابل الاحتفالية الطرف الآخر ما حنسمي الأسماء عاملين احتفالية بموريس آفينو وعملوا ببروكلين أعرفت شلون هذا انهيار وتخبط وانتحار لأنه شوف ضياع فلوس الجالية ضياع فلوس الجالية لأنه شوف أخذوا لك الفنانين كامل قلتوا يمكن راح هنا الكراسي فتح المخزن يأكد أو قد سرقوهم دخل لا داخل شافوا الكراسي موقيته قال يا أخي معنا كراسي قلتوا الحمد لله أنه في كراسي جزاك الله خير إن شاء الله يعني أنه ربنا يوفق الجميع يعني التوحد هنا في الجالية نحن نشير توحد ونشير الانتخابات يعني أن نزيها بكل سنة ونطلب من الله تعالى يعني النجاح حتى لوطننا الحبيب يعني ونطلب من يعني وندعو جميع المسؤولين يعني الأحزاب كلها صغير وكبير أنه لا يتقالوا أنهم يحضروا على طاولة واحدة حتى يحلوا أزمة اليمن وأن يكون الحل يمني يمني نعم في النهاية في النهاية بقدر يعني بقدر أقول أن الاحتفالية اليوم كانت كبيرة جدا والإقبال كبير جدا وهذا يعني أمر دليل على الاستقامة في العمل واليوم يعني اليمنيين كانوا مجتمعين اجتماع يد وحده بقيادة الشيخ علي عبداللطيف الصايد والمجموعة اللي معاه وعماد كمان ما شاء الله عليه عماد اشتغل شغل قوي جدا والشباب أعضاء الجالية والقائمين على الحفل مشكورين جدا ما أسروا أبدا وإن شاء الله نشوفكم بأيام أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكورين جدا والسلام عليكم وبركاته اياتوا الدنيا نشير